يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص قل لك كلمة اثر عليها كذا اكو شخص قل لك مثلا انت محلو او انو اكو اوه شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائمين و جميل فاذا اكو احد قل لك هيك كلمة او ممكن تكون الطاقة بعد هي يعني هسا ما متحققه ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحتيو ياك هاي الكلمة فاذا بعد هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانش او ما تصرف هذا تصرف المثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعديا انه هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح ويا ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا شي سبب لك قلة ثقة بنفسك انت لعب مو بك انت ما بك عيب ومو شارط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انه يرجع ثقته بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا شي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيركم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هل ساقلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك وان اخلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية ااني اشوف انه انت عندك طاقة مراقبة عالية الشخص تحس انه هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس انه عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وأنت أساساً هذا الشي راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته لأن هاي الطاقة الحالية فممكن أنت تكون كارشف هذا الشي أو أنت متأكد منه ولكن لحد الآن أنت ما لازم شي بإيدك فأشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لأنه عندك شك أنه هو بالفترة الحالية أكو طرف ثالث موجود بحياته ويشكك بمحلة راح يكون وأنت راح تكتشف هذا الشي لأنه نصف النفسورد مقلوبة فهذا الحرام ينكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية أنت راح تكشف سرع عن الشخص اللي أنت حالياً قاعد أتدور وراك الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي أنت حالياً قاعد أتدور وراه لا على الأغلب أشوف هذا شخص جديد أو ممكن شخص من الماضي يطالع من حياتك صالة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد أنه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدأ وياك بداية جديدة أو حتى يطلب منك بداية جديدة أشوف أكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول أنه هو يجي يحكي وياك لفترة جاية بس للأسف أنه أشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لأن أنت راح تكون بي مجروح أو دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم أنت مريت بي أو دتمر بي حالياً فلها سبب أنت يعني سبحان الله هي الأوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة أنت دا تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصات أنه أنت خايف أنت مثل ما قلت لك أنت أريدي طالع من انفصال مؤلم أكون انفصال مؤلم وحالياً أنت بطاقة الشفاء دا تحاول أنه تستجمع نفسك ودا تحس أنه أنت مو غير قادر على أنه حالياً تبدأ بداية جديدة أو تدخل بمعركة ثانية لأنه العلاقة اللي أنت تشنت سابقاً بها كانت علاقة متعبة هوايا تطري تتحارب هوايا تطري تتواجه ناس وهوايا حاولت أنه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي أنت تشنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مقدس ثقة لأنه أشوف أكو طرف صادث هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم فلها سبب أنت خايف أنه تفتح قلبك أنت خايف تنجي رح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض أو مخاوف أنه ترجع تنعاد بك الأشياء اللي صارت قبل فالها سبب أنت ذا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك أو مخاوفك وقلقك عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك وكل لحظة أكو شخص راح يتركك حاول أنه أتكمل فترة الشفاء اللي أنت بها لا تتردد حاليا أنه يعني تاخذ خطوة جديدة أنا أشوف فترة أخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الألم اللي أنت بيه أكمل استشفائك وبعدها أبدأ بداية جديدة وهي الشخص اللي جايك هسنا فصلنا الوضع العاطفي قبل مناحة الأعمالي خلونا ننتقل لصعيد العملي الصعيد العملي يا برج الجوزاء أشوف أنه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير كانت منتظر عمل أكو شغل ممكن أحد شان واعدك بيه وشنت تشتغل أكثر من شغلة في سبيل أنه توفر مصاريف البيت إذا شنت أنت مسؤول عن عائلة طبعا لأنه قراءة عامة فممكن يكونون أكو رجال أيضا متابعين للقراءة فشان أكو عمل ببالك أو ممكن حتى عمليا شنت تتحاول تشتغل في سبيل أنه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية أشوف بعد الظروف الحظر والمعرف أشوف أنه أنت حاليا ما عندك شغل أو نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي دا يأثر على نفسيتك هو دا يأثر على بيتك على مصاريفك فدا أشوف عندك تفكير كل الشبير بالعائلة والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن كان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل وبس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هو يقعد تفكر هو يتريد أن هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات وراء تأجيلات تأجيلات وراء تأجيلات فإذا تشنت أنت عندك نقلة إذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك وإذا تشنت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشي متوقفة فعندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت ما قاعد تقدر أن تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الأساسي على البيت موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع أو حتى نقلة من مكان للمكان أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات الأمور خلال ست أسابيع إن شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار مازل خلال ست أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك وأريدي أكو موجودة نقلة فأكو نقلة إليك خلال ست أسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء لبعض من عندكم باعد يعاني من ألام بالأقدام ومأثرة عليها هواية وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك أنه تحافظين أو ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن أنه أما أنت كنت حامل وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك إشارة أنه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك إذا كان حملت جديد فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني إن شاء الله ما يعني خير لا تخافون بس أحاول أنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة أما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلافوية أحدا من العائلة كأن يكون أخ أو أخوت على الأغلب يكون أخ صاير بينك وبينه كلام أو ممكن هذا الأخ أو مشارط أخي يعني شخص من العائلة ما أخذ منك حق أو أنه هو حاش عليك شي ضغم المهم قاعد أشوف أنه إلك حق يوم شخص من العائلة وأنت نوعا ما مأيس أنه هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عنده أنه هو يجي إيصال حق أو حتى يرجع لك الحق اللي ما أخذه من عندك ولكن هذا الشخص أشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الأخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الأشياء ممكن أن يتخص نقول أوضاع مادية كورس يعني أشياء تخص المادة بالذات فأشوف أكو إحباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص أكو شخص راح يدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نيجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حتنا هوايا نحنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزة مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعدة يشوف أنه أنت تريد تبدي بداية جديدة ولكن أنت ما عندك القوة أنه أنت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة أنت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف أنه أنت تغامر بالفترة الحالية أكو تردد ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين دي حاولون أنه يتقربون من عندك ولكن انت ما قاعد تعرفش تريد أكو هوايا أشخاص خاصة بالتواصل دي حاولون يتواصلون وياك دي حاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت طاقتك العامة أنت ما قاعد تقبل أنه هذه الأشخاص يدخلون حياتك لأن عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي يطالع من حياتك صار لفترة ممكن ست شهور ممكن ست أسابيع هذا الشخص من راح او من طلع من حياتك ما مطلع من حياتك بسهولة لا هو عرف أحد عليك وانت واردي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم ثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يرحون منح الاستقرار منح الزواج انه هو ميريد بعد يبقى صنقل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق العلاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث وانت كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الاغلب انت عارف وهنا أنا عندي اوراقة انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث هذا الشخص هو شوان بتعبك بالعلاقة مؤثر عليك هوية ويجرح بالكلام هذا شخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انه اشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره هو ممكن تكون طاقة شوية كبيرة هنا طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحجي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيك طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تيجي تسيطر عليك حتى انت تقول او هذا شخص قاعد يحكي ويايا وهو هيك وياك شايفني او انه يقنعك انه انت بيك خطأ يقنعك انه انت مثلا ما تستحق ان واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا ها شخصية الانسان النرجسي واساسا هنا اذا شوفوا انه العلاقة ماريتكم علاقة بها كارما تشانت فعلاقتكم تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة اما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح تزواج فانت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بينها تكون القدر توقف عند عنها فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية لانه انا شوف انه راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حشيته فترة راح ترجعون تفترقون لانه القدر توقف انه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشيوها هنانا ودتقنعون نفسكم انه ما كوش ينتهي هو ده يشوف انه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يظل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحتوي اياك ويصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انه انت عاطفي وهو مأثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تبدو يا شخص صغيرا انه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي يم عبرك مثل ما نقول مع انه قيمتك اكبر بس هو ده يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك اليه فهذا الشخص النرجي سيديو موجوده اللي عنده طرف صالث بحياتك هذا لا تنطي فرصات انا اقول انه التركة وانت متردد انه انت تبدع حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروع واخذ فترة علاجي لحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك او اهم حب هو حب النفس فما اقولك تصير اناني ومغرور بس يعني حب نفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لان احنا كلنا طاقة فانت هسا طاقة اللي دا تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتش فريسة هي الطاقة راح تسحبك ما راح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بلك نفس الشي اللي يصار وياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر على مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شي حب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء تعزز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لانه اون اشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل اياك عن قريب ففي حال تواصل اياك هذا الشخص الي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمه شي لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص هسا قبل ما لانه القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعتلي برج الحوت طلع مارتين برج الحمل عدنا هنه برج الثور برج الاسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي تشانة نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة الجاية يشوفكم بوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة وتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم يا بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانه اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما اخذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي انت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك اولا وبعدين فكر بالناس انه هيا تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجبها اهم شي قناعتك انت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزاء سول لك لا اجبتكم اشترا